اشتركوا في القناة انا بدأت الكلام منذ يومين او ثلاثة في الكلام عن قضية السحر وانا النهاردة هتكلم عن علامات السحر المرشوش في البيت خلي بالكوا ان انا في السلسلة دي هتكلم عن علامات مش هتكلم عن السحر نفسه ده بعدين يعني النهاردة هتكلم عن علامات السحر المرشوش في البيت ايه العلامات اللي ممكن تظهر على اهل البيت علشان يعرفوا ان فيه سحر مرشوش لهم في البيت او حتى امام باب البيت انما سحر المرشوش نفسه وعلاجه الكلام ده بعدين ففيه علامات اقدر اعرف بيها ان فيه سحر مرشوش في البيت ايه هي العلامات دي فيه عجالة بسيطة خلي بالك وعايزكوا تركزوا معايا في العلامات دي اول حاجة اني اشعر بألم في الاقدام واحيانا تنميل في الاطراف في البداية كويس اني افتكرت الاصل لما اشعر باي مرض عضوي بروح للطب الاول رحت للطبيب واداني علاج وما فيش فايدة الحاجات دي موجودة بالرغم اني باخد ادوية ومسكنات وما فيش فايدة في كل العلامات مش هقول الكلام ده هي مرة واحدة يبقى لما اشعر بمرض عضوي اروح للطب خفيت خلاص موضوع ما فيش سحر لكن لما اروح للدكتور او الطبيب واديني علاج ومسكنات وما فيش فايدة لا كده ابدأ ادور ان الموضوع من الممكن انه يكون فيه سحر وفيه شرط تاني ان العلامات دي كلها لازم تتجمع مش علامة واحدة مش كفاية علامة واحدة مش كفاية ده في البداية يبقى اول حاجة الم في الاقدام واحيانا اشعر بتنميل في اطراف الاقدام اتنين احيانا اشعر بتخبط في البيت يعني ايه التخبط في البيت كل ما احط حاجة تقع كل ما احط حاجة تتكسر عمالة خبط في الجدران عمالة خبط في عفش البيت في لغبطة في عدم اتزان في البيت اعرف ان فيه سحر مرشوش طبعا سيادتك بطبيعة الحال بيتك نظيف بيتك نظيف ومليان روائح جميلة وبيتك في منتهى الجمال ومع ذلك فيه اركان معينة في البيت من الممكن ان اشم روائح كريهة وبقى مستغربة الروائح الكريهة دي جاي منين مع ان البيت نظيف تلاتة العرض ده بيبقى لأي حد في البيت خمول وكسل وكثرة نوم غير مبرر يعني ايه غير مبرر يعني مفيش داعي للكسل والخمول وكثرة النوم انا اساسا سليم يعني مفيش مرض عضو بيخليني قنام كتير مفيش حاجة تستدعي اني بقى عندي خمول وكسل ايه كمية الخمول والكسل والنوم اللي انا فيه ده اعرف ان فيه سحر مرشوش اربعة فشل مصاحب لكل اهل البيت كل افراد البيت تستشعري في حياتهم اليومية فيه فشل مفيش حاجة بتتم اعرف ان ده سحر مرشوش بالتالي لما يبقى كل العلامات دي موجودة لازم تبقى فيها حاجة خاصة بقضية الاحلام كوابس مزعجة بس بشرط في اماكن معينة في البيت يعني مثلا طركت غرفة النوم وحبيت انام شوية كده على الانتري نمت على الانتري ده حسيت بكمية كوابس مزعجة فقمت وغيرت المكان ما شعرتش بالكوابس دي اعرف ان البيت ده معمول له سحر وسحر مرشوش خمسة او ستة في خنق وفي خوف وقلق دائم مستمر وانت مش عارف انت انا قال ليه انت اساسا كل حاجة متوفرة لك طب الخوف ده جاي منين القلق ده جاي منين الرعب اللي انا فيه ده جاي منين الاحساس والشعور بالموت في اي لحظة جاي منين اعرف ان فيه سحر مرشوش العلامة اللي بعد كده عصبية زائدة مفرطة طول اليوم وليها علامة هتعرف بيها السحر ده ان العصبية المفرطة دي طول ما انت في البيت طول ما انت في البيت مزجك متعكر ولمجرد انك تخرج من البيت تستشعر براحة يعني تبقى انت مستغرب ازاي ببقى في البيت ومخلوق وساعة مطلع احس اني مرتاح وبحس بالراحة اعرف ان فيه سحر مرشوش اخر حاجة ودي العلامة يعني سبحان الله العظيم برضو تعتبر انا ذكرتها في وسط الكلام اللي هي التوتر وسوء العلاقات في البيت تلاقي كل البيت بيخبط في بعضه ومحدش طيق كلمة من حد لا اب ولا ابن ولا ام ولا اخت ولا بنت محدش طيق بعضه وعلى ادفه الاسباب بيمسكه في بعض اعرف ان البيت ده فيه سحر مرشوش دي كانت علامات ظاهرية للسحر المرشوش ينبغي ان انتبه اليها تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته